مفهوم التلوث البحري والبري وبعض آثاره السلبية من شاهد منكم مثل هذا المنظر؟ أو هذا؟ عندما تتعرض الأرض أو مواردها إلى أي مواد يمكن أن تفسدها وتؤثر على مظاهر الحياة فيها لكل من الإنسان أو النبات أو الحيوان ويضر بها نصل إلى حالة تسمى التلوث ويقال عن المورد أنه ملوث إذا كان غير نظيف ويتسبب في أضرار ومشاكل صحية للإنسان والكائنات الحية إن استمرار تراكم الملوثات في البر والبحر يشكل خطورة على البيئة وحياة الكائنات الحية فيها ويؤدي إلى آثار خطيرة منها تلوث الغذاء وانتشار الأوبية والإصابة بالأمراض كذلك يؤدي إلى التصحر وغياب الحياة النباتية